وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف نفهم تفسير الآية الله نور السماوات والأرض عن الإمام الصادق عليه السلام لأن تفسير الآية متماسك بشيء أجد صعوبة في فهم الروايات الله يحفظ شيعة أمير المؤمنين عليه السلام الله يبارك بك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أهلا ومرحبا هذه الآية لها عدة تفاسير كما جاء عن أهل البيت عليهم السلام أنتم كما تعلمون ويجب أن تعلموا هذا الشيء الآية عندنا نحن الشيعة لها سبعون بطن لها سبعون بطن ولها سبعون ظاهرة تفسير ظاهري تفسير باطني هذا لا يعرفه إلا الإمام المعصوم مو واحد يروح يقول والله ما دام الإمام قال بها سبعين تفسير سري فأنا راح أبحث والنقطة معناها الباء والباء معناها الألف حركات سوال في السنة هي ما تشتغل عندنا كفر من فسر القرآن برأيه فقد كفر وعليه هذه الآية من ضمن الكثير من الآيات التي تحتوي على تفاسير كثيرة لكن من أشهر تفاسيرها سننقل لكم إن شاء الله تعالى التفسير الأول التأويل التفسير الأول البرهان عن صالح بن سهل الحمداني قال قال أبو عبد الله عليه السلام بقول الله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات قال المشكات فاطمة الزهراء عليها السلام فيها مصباح الحسن المصباح في زجاجة الحسين الزجاجة كأنها كوكب دري فاطمة كأنها كوكب دري قال هي فاطمة عليها السلام كوكب دري بين نساء أهل الدنيا يوقد من شجرة مباركة قال إبراهيم عليه السلام زيتونية لا شرقية ولا غربية قال لا يهودية ولا نصرانية قال يكاد زيتها يضي قال يكاد العلم يتفجر منها ولو لم تمسسه نار نور على نور قال إمام بعد إمام يهدي الله لنوره من يشاء قال يهدي الله للأئمة عليهم السلام من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس قلت هذا الرجل اسمه صالح يسأل الإمام قلت أو كظلمات قال أبو بكر تكملة الآية قال أبو بكر قال وعمر قال يغشاه موج قال عثمان قال من فوقه موج قال من فوقه موج من فوقه سحاب قال عمر تفاسره للبيت عليهم السلام قال بعضها فوق بعض قال معاوية وفتن بني أمية قال إذا أخرج يده قال المؤمن في ظلمة فتنتهم المؤمن إذا طلع إيده هذا طبعا تعبير مجازي الآن راح شرحه إذا طلع إيده في ظلمة فتنتهم لم يكد يراها ولم يجعل ولم يجعل الله له نورا قال إمام من ولد فاطمة عليه السلام فما له من نور اللي ما عنده إمام من ولد فاطمة فما له من نور إلى يوم القيامة هذا التعبير مجازي من الإمام عليه السلام يقول الظلمة الظلمة الفتنة التي نشرها أبو بكر وعمر في الإسلام أبو بكر وعمر وعائشة هذه الظلمة هذه الفتنة الإمام يصفها بالظلمة يقول قوة هذه الظلمة التي نشرها أبو بكر وعمر وعائشة في الإسلام قوة هذه الفتنة كظلمة ليل لا ترى بها يدك احنا جلون واقعين في ظلمة شوف اذكر نقاشات تصير عندي مع معممين مخانيث الشيعة المقصرة تباع المراجع والله العظيم كانوا يقولون ايش دعوة كافي كلها ابو بكر وعمر ابو بكر وعمر ابو بكر وعائشة وعمر كافي ايش ما مليت بها الطريقة بها الطريقة يكلمون بكل وقاحة هما ما يملون من النقاش في الامامة والامامة جعلية والامامة والامامة جعلية والامامة والامامة جعلية ما يملون رازية الخميس ما يملون منها ابد بس من نتكلم احنا يملون والامام عليه السلام يقول نحن في ظلمة قوة الظلمة لا تستطيع أن ترى يدك وهذه ظلمة فتنة أبو بكر وعمر وعائشة في أجواء هذه الآية أريد أيضاً أذكركم في موضوع تحريف القرآن إذا تذكرون في محاضرة الاعتقاد بتحريف القرآن عند الشيعة موجودة في قناة المنتقم عليه السلام المحاضرة التفصيلية للمقاطع ذكرنا أن الإمام عليه السلام تارة يفسر الآية وهي محرفة وتارة يعيد الآية ويقول هي محرفة هذا لهم لا يدخل به ابن مقصرة جاء من نطفة محرمة أكلت خمساً بالحرام ويشاركهم ويقول كيف شلون مو الآية محرفة هذا لهم هذا لهم لأبوك لأبو رب مرجعك شعليك أنت مرة من المرات أنطوني إشكال قالوا شيخنا فروخ الأصولية فروخ مراجع النجف وقم يقولون الإمام الصادق يروي رواية عن النبي وآلة فرهادة وآلة عمران وآلة أشلون قالوا آلة محمد أشلون النبي قراها تذكرون هذا الأشكال أنا أذكره أنا قلت قلت لأن الإمام تارة يفسر الآية بتحريفها حتى يبين حقه للبيت وتارة يفسر الآية ويقول هنا تحريف ليس دائماً الإمام يقول هنا تحريف هو يجاوب حسناً هو لا يسأل هو المشيئة الإلهية التي لا تسأل فتارة يقرأ الآية كما هي ويقول هذه الآية معناها كذا وكذا وكذا تارة مع شخص آخر يقول له هنا حذف هنا قطع هنا غيروا هذه الكلمة هو لا يسأل هو إمام معصوم لا يسأل هو بعد أعرف من يجيب بأن هذه محرفة ومن يجيبه بالتفسير بالنتيجة أهل البيت عليهم السلام وضعوا لنا تفسيراً لمصحف عثمان المحرف حتى إحنا نقدر نستعمله ولا كيف فسروا القرآن هذا هو إمام معصوم مثلما فسر الله لنا السجود نحو الغرفة الفارغة هو سجود لشيء يسمى بيت الله بينما لو كنا مسلمين موحدين حقاً لرفضنا السجود للغرفة الفارغة واتبعنا إبليس صلى الله عليه وسلم الذي رفض أن يسجد لآدم شوف هذا التوحيد الحقيقي فأنت يعني جنابك الكريم إذا أنت كشيع لا صير نغل بالنغل تقول كيف الإمام يقرأ آية يفسرها معناها مو محرفة لا الآية ذا محرفة يفسرها الإمام وبعدين أيضاً بآية في تفسير آخر يقول هاي محرفة لأنه شوف هاي العبارة هاي أكبر من رب ما رجعك لأن ذلك له ما معنى كلمة لأن ذلك له لأن الأمر بيده هو صاحب الكون يفسر آية يفسر قول شعر هو هو إمام هو المتصرف الشرعي بالكون ما نجي إحنا ندخل ما يصور فهذا على موضوع ما وآله عمران أنه النبي قراهه وشلون ما قال وآله محمد على العالمين شلون وإحنا عندنا روايات تقول أن أن مع آل عمران حذفت آل محمد أنهم فضلوا على العالمين فجايبين رواية لأن النبي قرأ الآية عن الإمام الصادق لأن الإمام الصادق يراها كما موجودة في الكتب يقراها عادي ما يكون مشكلة هو يفسرها للناس أما في موضع آخر لا يذكر التحريف اللي صار هذا شي طبيعي ما بي أي مشكلة الآن الآن أنا راح أضرب لكم مثال حيوي آية الآن أنا ليش رجعتكم على تفسير تحريف القرآن عند الشيعة الآن هذا مثال الآن الآية اللي قريناها قبل قليل ذكر الإمام بيها تحريف؟ لا فسرها الإمام فسرها كلها؟ نعم وما أجمله وأروع من تفسير أخذ هذه الرواية الثانية الإمام يذكر التحريف الرواية الثانية أيضا ينقلها صاحب البرهان قال عن الفضيل بن يسار قال 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 قلت لأبي عبد الله عليه السلام الله نور السماوات والأرض قال كذلك الله عز وجل كذلك هو شوف الإمام شلون يعلمنا ما نقدر نتكلم ما ما نقدر شوف شوف التفاسير كيف تتغير شوفوا التفاسير كيف تتغير ليش؟ لأن الإمام هو العالم بالبطون بالآية الأولى الإمام فسرها عفوا بالتفسير الأول قال فاطمة الزهراء فالإمام يعرف مو يعستغفر الله حتى كلمة يعرف عيب أقوله الإمام هو المشيئة التي لا تسأل عن ما يفعل وأنتم تسأله قال قال مثل نوره قال محمد هناك قال فاطمة طبعا كلهم واحد قلت كمشكات قال صدر محمد صلى الله عليه وآله قلت فيها مصباح قال فيها نور العلم يعني نور النبوة قال قلت المصباح في زجاجة قال علم رسول الله صلى الله عليه وآله في صدر قلب علي عليه السلام المصباح في زجاجة ياه يا آلة محمد لعن الله مفسري القرآن عند الشيعة والسنة لعن الله أولهم ولعن الله آخرهم سنة وشيعة كل من فسر القرآن على كيف أمه لعنهم الله وفضحهم وأخزاهم مرجع وإن كان مفتي سني وإن كان مرجع شيعي بكيف حضرت جنابي بكيف ياهو ليجي فسر قرآن ياهو ليجي فسر قرآن يا معاود فسر حتشين كثير وقت الضيج قوله ما ينقل وقت الضيم عوله حتش شوهة لان شوهة لان جاي يقول اي كلام هو هذا هو تفسير القرآن هو هذا تفسير القرآن هذا تفسير القرآن اي كلام اي تمثلة قوله اي تمثلة هو يعتبر من تفسيره كتاب الله خلص قوله ما عندك مشكلة قال قلت المصباح في زجاجة قال علم رسول الله في صدر علي عليه السلام قال ركزه قلت كأنها كأنها قبل قليل قرناها بالرواية اللي هي موجودة بالمصحف كأنها كوكب دري اللي الإمام قال فاطمة الزهراء صح صح الإمام فسر الآية وهي محرفة هنا الإمام رح يبين التحريف بالرواية الثانية اللي هي مع شخص ثاني قال قلت كأنها قال الإمام عليه السلام لأي شيء تقرأ كأنها ليش تقرأ كأنها فقلت فكيف جعلت في داك قال كأنه كوكب دري ما محرف السيد يقول ما محرف تأويل 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 الذي أوقعه المنافقون في كتاب الله مثل تحريف كلمة كأنها كأنه إلى كأنها الإمام بتفسيره الإلهي حولها إلى فاطمة الزهراء وكلهم واحد ولكن بالحقيقة هي كأنه لماذا؟ لأن الآية تتكلم عن علي ومحمد الآن جايينهم أعيد هذا المقطع لكم أعيده يقول السائل فقلت كأنه قال لأي شيء تقرأ كأنه فقلت كيف جعلت في داك قالك عفوا فقلت كأنها فقال الإمام لأي شيء تقرأ كأنها فقلت جعلت في داك كيف؟ قال قلت كأنه كوكب دري كأنه كوكب دري قلت يوقد من شجرة يوقد من شجرة مباركة زيتونية ولا شرقية ولا غربية قال ذلك أمير المؤمنين عليه السلام لا يهودي ولا نصراني قلت يكاد زيتها يضي ولو لم تمسسه نار قال يكاد العلم يخرج من فم العالم من آل محمد عليهم السلام قبل أن ينطق به قلت نور على نور قال الإمام في أثر الإمام لو لم تمسسه نار لو لم تمسه نار لو لم تمسسه نار تمسسه نار الإمام عليه السلام هنا فسر الآية بغير ما فسرها في الرواية الأولى الرواية الأولى أدخل بها فاطمة ومحمد وعلي والحسن والحسين وما قال الإمام الآية محرفة بكأنها التي هي كأنه ما قال لأن ذلك له لأن ذلك ماريد أقول كلمة يجوز له أنعرب مراجع الشيعة إذا أقول هاي الكلمة هم ما يقولوها شنو يجوز له كلمة يجوز له عيب ما بها احترام هاي يجوز له من الذي أجاز له سيد واللي سماحت الشيخ ما أقول كلمة يجوز له لا لأن ذلك له ومنه منه منه القرآن منه منه فهو لسان الله الناطق هو يفسر ما يريد لأن ذلك له 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 شوف التعامل مع الإمام شوف الاحترام هذا ما تجد عند بقية الشيعة أهل اللطوم ما يتجده يجوز له على الأحوط لزوما أن يفسرها هاي شيء عادة عنده لأنه عاملة مرجع عند الإمام المعصوم أحد مراجعنا العدول والله والله العظيم عند الإمام المعصوم واحد من مراجع ما أدرده بعد الجلد الأخير الآن بدأوا يخافون يغيرون من كلامهم حتى الناس ما تطيح أظهم لأن ذلك له أنا أقول لأن ذلك له هو بكيف هو باللي يريده باللي يريده يقول هاي الآية محرفة يقول هاي الآية ما محرفة يقراها وهي محرفة ويتفسرها وهي محرفة له ومني له الطاعة له له ما يجي أقول شلون فسر الآية وهي محرفة أنا على أبوك لأبو حتى مراجعك اللي ما تحاسبهم ما تحاسبهم بهذه الطريقة ما تحاسبهم تعتبرهم أرباب شلون فسر الآية فسرها نعم فسرها لأن ذلك له لأن ذلك له عليه السلام طيب سؤال آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا سليمان من السعودية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل عندما السني يعرف حقيقة عائشة ونبيه ويظل سنيا ويرفظ الحق يعتبر ملعونا وعدوا لله نعم وهل تنطبق عليه هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام من أحب كافرا فقد أبغض الله ومن أبغض الله فقد أبغض ومن أبغض كافرا فقد أحب الله نعم المعاند المعاند مشكلة إلا إذا كنت ترجو هدايته يعني المعاند مشكلة المعاند مشكلة وتنطبق عليه هذه الآية إلا إذا أنت ما مقدر هو معاند معاند بحيث أنت تعرفه تقول لا هو شوي غبي يحتاج لك أسبوع أسبوعين أن أركض وراء بأن بسالم سبلان إلى أن خلص بعده مثلا أنت بحيث أنت تعرفه كمعرفة شخصية عائلية أما الأصل المعاند نعم المعاند ترى جميع الأديان ضده بالمناسبة جميع الأديان يعني المسيحيين ضد المعاند اليهود ضد المعاند المعاند دائما منبوذ لماذا ما معنى كلمة معاند تعرفون ما معنى كلمة معاند هو الذي يقول أن عائشة زنت وأدخلت الرجال ولعنة الله عليها وقتلت النبي وأبو بكر عمر حرفوا الدين رضي الله عنه هذا هو المعاند ترى يعني هو المعاند الذي يصل للحقيقة هذا هذا إنسان يكون قدر هذا يكون إنسان فكريا قدر أتكلم فكريا قدر اعطل ترجمة نانسي قنBE إسمع 갔ًا للحقيقة